ثلاثة ممثلين لجماعات متمردة مسلحة في مناصب عليا بالحكومة المؤقتة في السودان مجلس شركاء الفترة الانتقالية برئاسة عبد الفتاح البرهان أعلن أن مجلس السيادة يستكمل أعضاءه بموجب اتفاق جوبا للسلام بانتظار حكومة جديدة ترى النور قريبا بمرسوم دستوري عينا الهادي إدريس يحيا زعيم حركة تحرير السودان ومالك عقار رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان فصيل الشمال والطاهر أبو بكر حجر رئيس تجمع قوى تحرير السودان أعضاء جدد في الحكومة وذلك تلبية لاتفاق جوبا للسلام بين الحكومة ومجموعة حركات مسلحة الثلاثة يندرجون تحت مظلة الجبهة الثورية السودانية وهي تحالف لجماعات تتمركز في ولايات غرب درفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ينضمون إلى أحد عشر عضوا آخرين في مجلس السيادة الحاكم في محاولة لإخماد سنوات من الصراع والانتقال إلى حكم ديمقراطي التسوية التفاوضية مع المتمردين في أقاليم السودان النائية كانت هدفا حاسما للحكومة المؤقتة لكن الحكومة فشلت في التوصل إلى اتفاقيات سلام مماثلة مع فصيلين مسلحين رئيسيين آخرين بينهما أكبر جماعة متمردة في البلاد هي الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال اتفاق السلام منح حكما ذاتيا لولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان وغرب كردفان ونص على ضرورة دمج قوات المتمردين في القوات المسلحة السودانية وبموجب الاتفاق عينه حصل المتمردون أيضا على وعود بمناصب ويزارية وخمسة وسبعين مقعدا تشريعيا في برلمان انتقالي لم يتم تشكيله بعد ترجمة نانسي قنقر